الوزير سامح شكري ووزير الخارجية قال عبارة مهمة ممكن تبقى يعني علامة في الطريق إلى الحديث عن هذا الحوار الاستراتيجي اللي هو الأول من نوعه بين البلدين في ظل إدارة جو بايد سامح شكري قال أنه الشراكة أو الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية أمر لا يمكن الاستغناء عنه ده معناه أنه العلاقة بين البلدين أولا علاقة قديمة ومؤسسة على يعني أسس كبيرة ومشتركة لكن كان فيه هناك خلافات بطبيعة الحال من وقت إلى آخر وشوف نحن اللي حصل أيام أوباما وموقفه من حكاية ما يسمى بالربيع العربي إلى آخره وهو كان أصلا يعني طبعا تدمير المنطقة العربية ولا غيره انتقلنا إلى إدارة ترامب كانت علاقات أعتقد كانت كويسة جدا جينا لإدارة جو بايدن اللي هو كان يجب ألا ننسى أنه كان نائبا لأوباما نعم ومتفق مع حزبيا آه ديمقراطي حزبي ديمقراطي فكان دايما هناك سؤال طول الوقت هل بايدن يعتنق نفس الأفكار التي كان يعتنقها أوباما بالنسبة للمنطقة وما يجري فيها طبعا طوال فترة الترشح للرئاسة سنة اللي فات كان بايدن بينفي هذا دول أنا مختلفة لأفكار مختلفة إلى آخر لكن حتى الآن يعني ما ظهرش الحكاية قوي لكن أعتقد أنه بدء هذا الحوار الاستراتيجي في ظل ولايته بيننا وبين واشنطن يعني إشارة جيدة إلى أنه من الممكن جدا أن تكون العلاقات بين البلدين جيدة وأن يحترم كل طرف الطرف الآخر وأن يحترم تحترم الإدارة الأمريكية إرادة هذا الشعب المصري وأن تفهم أنه مصالحها في المنطقة متحققة من خلال وقفة مع قضايا المنطقة العادلة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية وأيضا أن تفهم وهذا هو الأهم اللي أنا عايز أقوله أن المساعدات الأمريكية التي تبذلها أو تعطيها واشنطن للقاهرة ليست منحة ولا هي صدقة وإنما هي التزام وحط تحت الالتزام ده خط التزام أمريكي من مارس 79 بعد عملية السلام عندما وقعت اتفاقية السلام مارس 79 بين القاهرة وبين تل عبيب برعاية أمريكية فده لابد أن يبقى ده واضح ولذلك أنا أكتبت حتى مقال العنوانه لو همس بها شكري قلت لو سامح شكري همس إلى أنتوني بلينكين وزير الخارجي الأمريكي وقال له هذا المعنى أن هذه المساعدات لا يجب أن توظف في الضغط على الحكومة المصرية لأنها لا تصرف على سبيل المنح أو المصدقات وإنما هي التزام أمريكي التزمت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة وهي إذا كانت بتحقق مصلحة مصرية فهي تحقق المصلحة الأمريكية أبل المصلحة المصرية وده مفهوم يتقال بصراحة للأمريكان وطبعا فهمينه لكن لابد أن تعيد تذكيرهم به مرة بعد مرة لأنهم أحيانا يبدوا الأمر وكأنهم بينسوه لأنه ده أنا قلت لي لأنه مثلا أيام عندما أعلن السيد الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحق الإنسان في سبتمبر اللي فات هم بعدها مباشرة رحوا أخذين موقف غريب جدا قرروا أن هم يعلقوا 130 مليون دولار من المساعدات ويصرفوا 170 من أصل 300 على بعض ويجعلوا صرف 170 مشروط بحاجات محددة هم يحددوا ده كلام منشور يعني بقولش أسرار لكن أنهم التوقيت كان غريب أنك أنت يعني تعلن استراتيجية وطنية أو استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر للمرة الأولى فأنت بدل من أنك أنت تقول أنها خبر ده في الوقت اللي أشادت بي المؤسسات الأممية أنت هنا بتعلق مقول لك بقى الموقف الأمريكي غير المرحوم اللي هو لابد أن يناقش بصراحة بين الجنبين أنك أنت بدل ما تقول أن هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة كويسة ونحن ننتظر أن يتم البناء عليها بخطوة أخرى في المستقبل وهيبقى ده كلام مقبول من الحكومة المصرية فأنت بتروح تعلق جزء من المساعدات وتشترط حاجات معنا في الإنفاق الجزء الآخر فدبعاً ده كلام بدأ غريباً في وقته إماماً مبارح رجع تاني أنتون بلينكين وعلى الوزير سامح جيكو يقول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على نوع في مصر شيء كويس ومتدحها فغير رأيه يعني ما هو طب أنت يعني مش عايز هناك مثل يقول لك أسمع كلامك أصدق أشوف أمورك أستعجب يعني ما ينفعشي أنت تقول لي كلام كويس وبعدين الفعل على الأرض ما يبقاش كويس فهنا أعتقد أنه هذا الحوار الاستراتيجي الاستراتيجي بين الجانبين المصري والأمريقي فرصة ممتازة لأن يصارح الطرف المصري الطرف الأمريكي بما لديه ويحط له كل الأوراق على المائدة ويقول له أنه العلاقات بين البلدين قديمة وراسخة وأنها محتاجة أن نبني عليها ونضف إليها مش ناخد منها طيب وأتصاول أن الطرف الأمريكي هيبقى سامع لهذا الكلام وهيبقى منصط له لأنه هيبقى عارف أن الطرف المصري بيكلمه بصراحة وبقلب مفتوح وما فيش أهداف من وراء الكلام اللي بيقوله طيب